من ازمة سياسية الى ازمة امنية مخيفة تتجه اليوم ليبيا اشتباكات المسلحة عنيفة شهدتها طرابلوس خلفت قتلى وجرحة اجواء مشهونة كانت سيدة المشهد بعد وقت قصير من دخول الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان برئاسة فتح بشاغة الى العاصمة طرابلوس مقر الحكومة الشرعية المنافسة برئاسة عبد الحميدة دبيبة التي ترفض التخلي عن السلطة المشهد في ليبيا مربكون حقيقة من الناحية الامنية والسياسية والواقع ان الصراع السياسي هو سيد الموقف حاول فتح بشاغة المرة الثالثة في المرة الاولى كان عن طريق البر والمرة الثانية ايضا من طريق البر ولكن من اتجاه تونس مدخل وازن والان من المرة الثالثة وصل الى مدينة طرابلوس لكن لم يبقى ولن يستطيع البقى لان هناك اشكالية في عدم الموافقة على هذا المشروع المتمثل في ان تمتد الايدي الى قاتل كحفطر وضع سياسي وامني غير مستقر يضع ليبيا في منزلق متاهات حرب داخلية وسياغة قواعد دستورية يستفت عنها من قبل الليبيين وتأسيس حكومات متصالحة تتجه نحو انتخابات نزهة ومستقلة هو الحل الانسب للخروج من الازمة في نظر متتبعين الليبيون يرون ان هذه الاجسام الموجودة اجسام اكل عليها الزمان وماطة مضمضة وشاربة ولا يمكن ان تستمر وتستقر ولا تنتج لليبيا كثيرا ولا تتمتع بشرعية وعلى وعلى ان كثير من اعمالها غير مشروعة تتزامن هذه الاحداث بسلسلة من الاجتماعات التي تضمها القاهرة برعاية اممية تجمع مجلس النواب والمجلس الاعلى للدول الليبية وسط اجواء من عدم الثقة بين الطرفين في مخرجات اجتماعات اللجنة الدستورية